السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو شديد أعلنت فيفو اليوم على الواي 555G جهاز يأتينا بمواصفة ممتازة جدا من الفئة المتوسطة وبسعر غاية في الروعة سنتعرف عليه معا في هذا الفيديو لكن قبل أن نبدأ لا تنسى الأعجاب بالنقرأ على الزر لايك إذا كان لديك أي استفسار أكتب لتحت في التعليقات أما إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناتنا لتضيع هذه الفرصة اشترك الآن وفعل زر الجرس لتكون متابع لآخر الأخبار والتطورات التكنولوجية أولا بأول بداية مع الشاشة يأتينا الواي 555G مع الشاشة من نوع IPS LCD شاشة كبيرة بحجم 6.58 إنش وبنسبة استحوية 83.8% بالنسبة للظهر أصدقائي يأتينا مصنوع من البلاستيك والفريم أيضا كما نجد في الظهر مستطيل يحتوي على ثلاث كاميرات خلفية وفلاش LED الكاميرا الأساسية تأتينا بدقة 50 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة F1.8 الكاميرا الثانية كاميرا ماكرو لتصوير الأشياء من قرب تأتينا بدقة 2 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة F2.4 أما الكاميرا الثالثة فهي كاميرا ديبث سنسور تأتينا بدقة 2 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة F2.4 كاميرا السيلفي هنا كاميرا أمامي تأتينا بدقة 8 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة F1.8 بالنسبة أصدقائي للفيفو واي 555G يأتينا مع معالج من شركة ميدياتيك الدايمان سيتي 700 5G بمعمارية 7 نانومتر هذا المعالج رأينا كثيرا في سنة 2021 يعطيك أداء جيد جدا يعتبر أحد أفضل المعالجات الموجودة في هذه الفئة السعرية بالنسبة أصدقائي إلى البطارية هنا تأتينا بحجم 5000 ميلي أمبير مع الشاحن بسرعة 18 وات نجده في العلبة يأتينا الواي 55 مع USB Type-C يأتينا مع لود سبيكر عادية ويدعم مدخل أثريفة ونصف ميلي للهيدفون جاك وبالنسبة للبصمة هنا يأتينا سنسور سايد مونتد على الجنب الآيمن يعني ليس على الشاشة بما أن الشاشة هنا تأتينا من نوع IPS LCD فيما يخص النسخ هنا سيتوفر الجهاز بنسخة فقط 128 جيجا مساحة داخلية مع أربعة جيجا للرام كذلك يدعم مدخل الـ SD Card يعني بإمكانك إضافة مساحة داخلية وبالنسبة للألوان يتوفر بلونين فقط اللون الأسود واللون الأزرق ويبدأ سعر الفيفو واي 55 5G من 250 يورو ما يعادل الـ 290 دولار سعر يعتبر جيد جدا لكل ما يقدمه هذا الجهاز إلى هنا يا أصدقائي وصلنا إلى ختم هذا الفيديو أشكركم على المتابعة أتمنى أنكم استفدتم وأن الفيديو أعجبكم في النهاية لا تنسوا اللايك سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد أراكم في فيديو قادم إلى اللقاء وشكرا